مطبخ موني مطبخ موني مطبخ موني مطبخ موني مطبخ موني بتاعه للضيت العادي حطه تلات معالق كبار من الشفان ويطحنوهم ويتتبعوا نفس الخطوات اللي انا هعملها. دلوقتي بعد ما طحنت السمسم بالشكل ده هجيب طبق صغير وحط فيه مطحون السمسم وهضيف دلوقتي كمان البيكن باودر علشان ما نسهوش هحط دلوقتي نص معلقة صغيرة بمعيار معلقة الشاي نص معلقة صغيرة من البيكن باودر هنحطها فوق مطحون السمسم وهجيب تاني الكبة وهبدأ احط فيها البيض واللبنة. احط الاول دلوقتي البيض تلات بيضات كبار وممكن ان انت لو ما عندكوش الكبة ممكن ان انت تحطه اللبنة والبيض مع بعض كده في الخلاط مفيش مشكلة. بس انا لان انا استعملت الكبة فاكمل شغلي فيها. دلوقتي بعد ما حطيت البيض احط كده حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح وما تزودوش الملح لاني لسه هنحط زتون. واحط كمان دلوقتي رشة بسيطة من الفلفل الاسود. واحط حوالي نص معلقة صغيرة من خلط تفاح العضوي. ولو ما فيش خلط تفاح عضوي منكم تحطه الخل العادي. اه ودلوقتي اشغل الكبة علشان البيض يختلط كويس مع المكونات التانية. وهضيف دلوقتي نص الخليط بتاع البيض فوق المطحون بتاع السمسم. وهسيب شوية كده من البيض احط عليهم دلوقتي اللبنة وارجع تاني اخفقهم كويس. هحط دلوقتي ثلاث معالق كبار بمعيار معلقة الطعام من اللبنة. وبديل اللبنة ممكن تستعمله جبنة قريش او جبنة كريمي او جبنة مربعات اه او حتى تستعمله زبادي يوناني على حسب من انتوا عايزين. اه دلوقتي انا بعد ما حطيت اللبنة مع البيض هشغل الكبة تاني علشان يختلطوا مع بعض ويعطونا خليط سائل. بيكون معانا بالشكل ده القوام بيكون سائل ولو في اي قطع من اللبنة ما تفرمتش كويس كده مع البيض مفيش اي مشكلة. اه هضيفها دلوقتي كده فوق الخليط بتاع السمسم وهنقلب كده المكونات مع بعض. هنقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي بالشكل ده. وهيكون معانا القوام بتاع الخليط سائل بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. هو كده كويس جدا. هنسيبه بقى دلوقتي على جنب وهنروح على البتجاز. هنجيب دلوقتي طاصة اهم حاجة يكون نوع ما بلزقش فيه المكونات. واحط فيه دلوقتي معلقة صغيرة من السمنة او اي مادة دهنية. بالنسبة للضيت العادي ممكن يحطه اي زيت نباتي. هنشغل دلوقتي البتجاز على نار متوسطة وهنبدأ ان احنا نسيح السمنة او المادة الدهنية اللي انتوا حططوها ونوزعها كويس كده في الطاصة. وبعد ما وزعت المادة الدهنية كده كويس في الطاصة هبدأ دلوقتي ان انا احط السجوء. انا افلى دلوقتي نار متوسطة على ما حط السجوء وباقي المكونات التانية. اه لو عايزين تحطوا بديل للسجوء ممكن تحطوا فراخ مدخنة ا او تحطوا كمان اه بواقي فراخ او تحطوش خالص وتخلوها سادة مفيش مشكلة. على حسب المتاح عندكم. دلوقتي بعد ما وزعت السجوء بالشكل ده هبدأ دلوقتي احط كمان شريح من الزتون. يعني ممكن كمان تحطوا بدل آآ شريح السجوء تحطوا آآ آآ شوية صغيرين كده من الفلفل الالوان مع الطماطم وكمان الزتون هيدي طعم حلو قوي. يعني عندكم اكتر من اختيار. دلوقتي بعد ما وزعت الزتون بالشكل ده. هضيف بقى دلوقتي الجبنة المتزرلة. انا باكد يا جماعة انا قفلى نار البتجاز دلوقتي. هنحط بقى دلوقتي الجبنة المتزرلة ونوزعها كده. انا مش هحط جبنة متزرلة كتير. مجرد بس ان انا اغطي طبقة بسيطة كده من الزتون وكمان من السجوء. بالطريقة دي كده نحط القليل من الجبنة المتزرلة. كاملة الدسم بالنسبة للكيتو. ولايت بالنسبة للضيت العادي. ودلوقتي بعد ما حطيت الجبنة المتزرلة. هحط بقى دلوقتي حوالي معلقة كده من الارجانو. والارجانو ده هو اللي هيدينا الطعام بتاع البيتزا. ولو مش موجود ما فيش مشكلة استغنوا عنه ممكن تحطه زعتر عادي. انا دلوقتي بعد ما حطيت الارجانو. هشغل دلوقتي نار البتجاز على نار متوسطة. وحط دلوقتي الطاصة علشان الجبنة تسيح. واول ما الجبنة تسيح معانا بالشكل ده. دلوقتي بقى هنهدي نار البتجاز على نار هادية خالص خالص زي الشمع كده. ودلوقتي هنحط الخليط اللي احنا عملناه من السمسم والبيت واللبنة. نوزعه كويس بالشكل ده. نحاول نغطي بيه الطبقة اللي فوق خالص. وبعد ما حطينا الخليط ووزعناه كويس بالشكل ده. دلوقتي بقى هنغطي على الطاصة ونسبها كده على نار هادية خالص خالص. هي مش هتاخد وقت مجرد بس ان البيت يبدأ ان هو يستوي معانا. هنشوف بقى دلوقتي بديل البيتزا اللي احنا عملناه. آآ شايفين هي ثابت الطاصة من كل الجوانب. معنى كده ان هي خلاص بدأت انها تستوي. علشان نتأكد بنجيب كده سبيتيولة. آآ ونمشيها كده على الجوانب لو ثابت الطاصة خالص يباها كده خلاص استوت. بس لسه الطبقة اللي في النص ماستوتش معانا او بتكون لسه فيها سوائل. في الوقت ده ما ينفعش ان احنا نقلبها على الناحية التانية. فهنغطي عليها تاني ونسيبها اقل من دقيقة لغاية لما تستو معانا من الطبقة اللي فوق. وما يكونش فيها سوائل كده. دلوقتي خلاص هي استوت معانا. على فكرة ممكن تكلوها في المرحلة دي هي كده خلاص استوت. لكن انا حب ان انا احمرها من الطبقة التانية. هنقفل نار البتاجاز بقى ونقلبها على طبق وبعد كده هنرجع تاني نحطها في الطاصة. ما تقلبوهاش يا جماعة غير لما تتحرك في الطاصة خالص يباها كده استوت. هنقلبها بقى دلوقتي على الناحية التانية. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا. دلوقتي بقى هشغل تاني نار البتاجاز على نار هادية خالص خالص. آآ وبعد كده هسيبها يقل من دقيقة لغاية بس لما تتحمر من الناحية اللي تحت ونتأكد ان هي استوت. هنشوفها بقى دلوقتي كده نرفعها من الطرف كده هي خلاص اتحمرت وجاهزة معانا دلوقتي. انا حابة اقدمها بشكل حلو فانا جبت البتاعة دي انا مش عارفة اسمها. دي اللي بتحط عليها البيتزا. وحطيت ورقة زبدة كده. وهبدأ دلوقتي احط البديل البيتزا اللي احنا عملناه. بتكون معانا بالشكل الجميل ده. ودلوقتي بقى هنبدأ نقطعها. طبعا قطعوها زي ما انتوا عايزين. انا هبدأ ان انا قطعها على شكل مسلسات كده. خدوا بالكم الطبقة اللي فوق اللي هي طبقة الجبنة دي بتكون مقرمشة وجميلة جدا. هنبدأ دلوقتي نقطعها كده. وده شكلها بعد ما قطعتها شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفسه على فكرة رحتها تحفة. وتعمها اكتر من رائع. وهنشوف بقى دلوقتي القطع كده شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي. وده شكلها معانا من تحت متحمرة وجميلة جدا. جربوا الوصفة يا جماعة وان شاء الله هتعجبكو اوي. وكده قدمت ليكو حاجة شبيهة للبيتزا. بطريقة سهلة خالص ومن غير نشويات. ومناسبة للكيتو دايت. ومناسبة للدايت العادي مع البدائل اللي انا قلتها. وكمان مناسبة لمرضى السكري ومرضى حساسية الجلوتين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكو الحلوة. وبالف هانا وعافية.